اذا قلة الرياضة مع هرمون الكورتيزول اللي بيزيد نتيجة القلق بتاع ان انا بقى في مسؤوليتي عيلة وولاد ومدرسة وكده ده بيؤدي فيسيولوجيا لانه فيه هرمون بيزيد وهذا الهرمون هو هرمون الكورتيزول دي معلومة حصري بقى ان هرمون الكورتيزول اللي بيفرض عند التوتر ايوة بيسبب كرش بالظبط كده بيزود ترسيب الدون عند الكش بس انا عايز اقول ايه ده مش معناه انه كل واحد يبقى عنده وظيفة اترقى فيها لازم يجيله كرش لا هو لو فضل محافظة على انه بيتحرك انه بيطلع السلم على رجليه انه بيلعب رياضة الرياضة بتريليف يعني بتضيع التوتر فبتخلي الواحد يبقى ما عندوش توتر والكورتيزول المستوى بتاعه يقل كل دي حاجات تخليه ما يحصل لش كش هرمون الكورتيزول من الاسباب زي ما حررتك قلت اللي بتسبب الكرش في هرمون تاني حد بيسأل عنه على صفحة من القلب القلب رزان وليد بتقول هل ارتفاع هرمون البرولكتين يسبب زيادة الوزن الزائد؟ جدا بس ارتفاع هرمون البرولكتين ده ده حاجة مرضية يعني حد عندو خلل في الغضة الدرقية ممكن يدخن حد عندو برولكتين كتير ممكن يدخن ومش بس كده وما يجي يخس او نيجي نخسسها بتخس بالراحة كمان فده ده مرض له علاج سواء اتجاوزنا او لا سواء خلفنا او لا